موسيقى مرحبا مشاهدينا حلقتنا جديدة وأخبارنا جديدة وأكيد هاي الحلقة خلينا نقولي الأولى في 2017 لأننا نطلع فيها حلقة كاملة رح نحكي فيها كل مشاركاتكم بمناسبة 2017 وشو أهدتونا أمنيات لبرنامج استراحة الذهيرة ولكن خلينا أول شيء شو رأيك أحمد نروح نشوف كيف كانت الاحتفالات بالعالم وكيف كانت الصور من الاحتفالات بالعالم ولا بتحب نروح أول شيء لجولة مع الأخبار نروح نشوف كيف كانت احتفالات العالم بال2017 فقد احتفل سكان الكرة الأرضية مساء يوم السبب طبعا أكيد بداية 2017 وتنوعت مظاهر الاحتفال بين دول العالم والتي استقبلت العام الجديد تباعا كما احتفلت عدة دول العربية بالسنة الجديدة وكان هناك في مراسم استقبال 2017 في مصر عند الأهرامات بالقاهرة وأيضا في مدينة دوباي ككل عام بالألعاب النارية التي انطلقت مع أول ثانية بالعام الجديد في برج خليفة وبرج العرب وأيضا باقي دول العربية أكيد مشاهدينا دائما مع نهاية السنة ممكن تكون عم تحملنا أخبار وتاخد أخبارها الحزينة وبداية السنة ممكن تبلش بأخبار حزينة أو سعيدة هي كانت حزينة على البعض فنحنا منتمنى أنها يا رب تكون خاتمة الأحزام وتكون بداية هالسنة خير علينا وعليكم على كل الدول العربية يا رب بدون أي استثناء لا أي دولة عربية ولا أي دولة مسلمة بالعالم ولا أي شعب عربي أو مسلم أكيد يا رب بداية سنة خير علينا وعليكم يا رب العالمين ومشاهدينا منبلش نحنا وإنتوا مع العنوين بداية مع الأخبار الصحية ما هي أضرار أكل الهوت دوغ وانتقالا إلى التكنولوجيا فما هو التطبيق الجديد الذي اخترعه التونسي نعم مشاهدينا هاي هي أخبارنا لليوم وأيضا في معنى كتير أخبار غيرها رح نحكي عنها لليوم أكيد وكل عادة منبلش نحنا وإنتوا مع الأخبار الصحية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة دائما بأخبارنا الصحية بنحكي عن كل شي بخص الأكل الصحي والطرق الصحيحة في اتباع أي حمية أو نظام غذائي وإلى آخره خصوصا نحن الجماعة يلي بنشتغل دائما بنأكل أكل جاهز فاست فود من المطاعم بدون ما نعرف هذا الأكل كيف صار أو كيف تصنع أو إلى آخره اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم لمحبي الهوت دوغ بيقولوا أنه هناك في مخاطر أضرار للهوت دوغ كتير كبيرة وخصوصا اللحوم المصنعة فخلينا نحكي عن هذا الموضوع أكثر أنا وأنتو فإذا كنت أنت بتفضل الهوت دوغ واللحوم المصنعة بأشكالها المختلفة فلازم تتوقف شوي عن تناول هذه الوجبات لأن هناك العديد من الأبحاث التي تدل على خطورة هذه اللحوم لأنه بالرغم من الاعتقاد الشائع بأن الهوت دوغ يحتوي على عناصر غذائية للجسم إلى أن مخاطر الهوت دوغ تأتي مجموعة تأتي على شكل مجموعة عناصر موجودة بداخله لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون أكيد والصوديوم والمواد الحافظة شو أضرار الهوت دوغ رح نحكي أول شيء أنه نسبة أو نسبة مرتفعة من الدهون توجد فيه فقطعة الهوت دوغ وزنها 75 جرام بتحتوي على 18 جرام دهون وبيوصل الطباء بأن يتناول البالغين حوالي 44 إلى 78 جرام يوميا وبناء على ذلك فإن تناول الهوت دوغ يمد الجسم بكمية عالية من الدهون وخصوصا بأن الجسم قد يحصل على الدهون اليومية من مصادر أخرى مثل التوابل أو الأطعمة المختلفة وذلك قد يدفعه إلى تجاوز الكمية المحددة من الدهون اليومية ديروا بالكم من هذا الموضوع لأنه دائما نحن نعاني من موضوع ارتفاع نسبة الدهون وخصوصا لما بتروحوا على الجم لما بيأخذوا لكم وزنكم وطولكم وإياساتكم إلى آخره بيئيسوا كمية أو نسبة الدهون في جسمك وأوقات أنت بتلاقي مثلا حالك بتلعب رياضة بتروح تتوزن تلاقي حالك ونحفن ووزنك هو هو لكن من لبسك حاسس حالك نحفن فاللي بيكون نزل منك هي نسبة الدهون أكيد هلأ غير هيك الهدوك يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة شي تاني هاي الدهون نوعان منها غير المشبعة والنوع التاني وهذا النوع عفوا مفيد لصحة الجسم على العكس فإن الدهون المشبعة ضر بصحة الجسم ويمكن أن تنخفض مستويات أو تخفض مستويات الكوليسترول في الدم لأن الدهون المشبعة تؤدي إلى تراكم الترسبات الصعبة في الشريين وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم وبذلك يصبح جسم معرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية جمعية القلب الأمريكية بتوصي باستهلاك أقل كمية حوالي 7% من الدهون المشبعة أي ما يعادل 17 جرام عند تناول نظام غذائي بيحتوي على 2000 سعرة حرارية وعليه قطع الهوت دوغ الواحدة أو القطع الواحدة بتحتوي على 7 جرام دهون مشبعة لوحدها يعني 44% من كمية الدهون المشبعة الموصة بتناولها يعني إذا اليوم الواحد أكلت ساندويش هوت دوغ وحدة خلاص ما تأكل دهون بعدها إذا أكلت تنتين احرم حالك لتاني يوم دهون أبدا 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 لأنه الواحدة بس قطعة الهوت دوغ الواحدة فيها 44% من نسبة الدهون المشبعية اللي بيحتاجها الجسم يعني ما ضل شي تاني الهوت دوغ يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهي كتير خطيرة ديروا بالكم خصوصا الشباب من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم لأنه إحنا بنعرف أنه ارتفاع الكوليسترول ممكن يؤدي إلى الجلطات بعيد الشرع عنكم عند تناول واجبات غذائية تحتوي على نسبة عالية كتير من الكوليسترول بيؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرعين هلا توصي جمعية الطب الأمريكية بتناول البالغين أقل من 300 جرام أو ميلي جرام عفوا من الكوليسترول يوميا قد تحتاج إلى استهلاك أقل إذا كان التاريخ العائلي لأحد أفراد أسرتك بيعاني من أمراض القلب السمنة مرض السكري فبتكم نديروا بالكم من هذا الموضوع ليش لأنه قطعة الهوتدوغ الوحدة فيها 50 ميلي جرام كوليسترول بمعنى حوالي 17% من الكمية الموصى بها يوميا كتير مهم أنكم أنتم تكونوا حافظين تاريخ العائلة إذا أنتم في عندكم نسبة وراسة أو عامل وراسي لأي مرض كوليسترول ضغط قلب أو حتى سكري فلما تكون أنت حاسس أو عارف أنه عندكم هذا العامل الوراسي بدك تكون عم تعتني بحالك وبصحتك بطريقة شوي خاصة أكتر من أي شخص تاني أيضا ترتفع نسبة الصوديوم في الهوتدوغ فبتحتوي إطعة الهوتدوغ الوحدة على 620 ميلي جرام صوديوم بالرغم من أن الصوديوم له العديد من الفوائد الصحية للجسم ولكن الحمية الغذائية عالية الصوديوم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبتوصي جمعية الطب الأمريكية بأن يستهلك البالغين أقل من 1500 ميلي جرام صوديوم لتجنب مشاكل القلب والأوعية الدموية حيث تحتوي إطعة الهوتدوغ الوحدة على 41% من الكمية الموصبة بها يعني إطعة الهوتدوغ بلاوي عبارة عن بلاوي الهوتدوغ يؤدي إلى الإصابة بالسرطان طبعا مش أكيد لما تأكل حبة الهوتدوغ بيصير عندك سرطان بعيد الشر لا بس هنقولكم كيف بتحتوي إطعة الهوتدوغ على النتريت الذي يستخدم كمادة حافظة لمقاومة حدوث التسمم الغذائي ولكن أثناء الطبخ بتتفاعل مع الأمينات الموجودة في اللحوم لحتى تكون مركبات النتروزين وهي من المركبات السرطانية التي تؤدي إلى سرطان الفم سرطان المثاني والمريء والمايدة وهو أيضا سرطان الدماغ مشكلتنا لما بنأكل ما بنعرف شو بنأكل خلص بنأكل الشي بدون ما ندرس تاريخ هالوجب الغذائي صراحة أنا عمري بحياة ما كنت بعرفة أن الهوتدوغ فيه كل هاي البلاوي الهوتدوغ يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري لقد أظهرت الدراسات الحديثة بأن الهوتدوغ يرتبط بزيادة خطر مرض السكري وبيذكر دكتور اسمه فرانك هو موجود بجامعة هارفورد بيقول أن الدراسة أجريت على مجموعة من الأفراد بيستهلك الهوتدوغ بانتظام حوالي 100 ألف شخص كانت النتائج بأن بعضهم زاد معدل استهلاك للهوتدوغ على عكس البعض الآخر وقلت نسبة تناولهم للهوتدوغ فهناك أشخاص بتناولوا للهوتدوغ أكثر من 3 مرات في الأسبوع وذلك أدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بعد مرور 4 سنوات بنسبة 50% الحمد لله رب العالمين أنه ما بنأكل هوتدوغ كثير إلى كل وين وين في عنا مطعم كثير زاكب يعمل هوتدوغ بس إن شاء الله بنا نحاول نبطل هالعادة أيضا هناك يعني خلينا نقول عادات صحية إحنا لازم نتبعها مش دائما كل إشي بصيبنا وكل إشي بوجهنا إحنا لازم نروحها للدكتور دائما هناك في السليب صحية ممكن إنها تكون متبعة في المنزل لحتى مثلا تعالج لحتى تقلل من إصابة معين لحتى تقلل من وجهة معين خلينا نشوف عن شو أنا عم بحكي في هذا الفيديو ومكملين نحنا وإنتم بأخبارنا المنوع ومشاهدين ورح نحكي بخبرنا الثاني عن 12 فعل ممكن إنك تقوم فيه تخلي الناس تهرب منك هلأ نحنا بنعرف إنه نحنا كتير في عنا تصرفات مش كل التصرفات نحنا بنكون عارفين إيش ممكن هي هاي التصرفات تؤدي لشو ممكن يزعي الناس منا أنا عم بغلط بهاي التصرف أنا عم بتصرف في طريقة غلط مش كل الإنسانة مش كل الإنسانات مش كل الناس بتكون عارفة حالها إنها عم تتصرف غلط عشان هيك لما يكون الشخص القدامك يوعيك يقولك أنت بهاي اللقطة بهذا التصرف زودتها بالعصبية بلغت حكيت مصطلحات ما كانش لازم تحكيها ما تزعل لأنه الإنسان ممكن أن يتصرف تصرفات هو مش عارف شو تبعيات هاي التصرفات خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكتر بأنه ممكن الإنسان يمر بموقف تلاقي أو تجد شخصا ينفر منك وتشعر أنه لا داعي لهذا النفر ولا تفهم سببه وعليك وقتها أن تدرك أنك ربما وقعت في خطأ ما أو قمت بزلة ما بسبب هذا الشعور عشان هيك أنا شو دايما بقول لما بتزعل من أي شخص قريب عليك صدي أخ إلى آخر الزميل روح عاتبه وراجعه لأنه مش بالضرورة هو تصرف تصرف غلط وزعلك بس هو نفسه معارف أنه غلط بهذا التصرف عشان هيك مش غلط إذا كان هو كتير إنسان يعيز عليك أنك تروح تعاطبه وتراجعه بهذا التصرف خلينا نشوف هذول الـ 12 فعل نحن كملين نحن وإنتم مشاهدين وأخبارنا لساتها مكملة وكتير ومش غلط لو رحنا أخذنانا استراحة غنائية نحن وإنتم شوي نفرفش بحلقتنا قبل ما نكمل أخبارنا لكن قبل ما نروح للإستراحة الغنائية مشاهدينا بدي أنوه لشغلة كتير مهمة صراحة إنو الناس عم بيبعتولي على صفحتنا على الفيسبوك زعلانين إلي زعلان لأنو ما نزلنا صورته على الفيسبوك يا جماعة بعتونا صوركم بننزلها يعني صوركم مش عنا أكيد اتنين الكل عم بيسأل ليش ما في فقرة تفاعلية وما في موضوع للنقاش موضوعنا للنقاش اليوم هو اللي نزل قبل حلقتين أو خلينا نقول قبل يومين واللي هو شو هي أمنياتكم لبرنامج استراحة الظاهرة ولقناة سامرة بالعام 2017 اليوم بفقرتنا التفاعلية رح نحكي عن هذا الموضوع أو مش رح نحكي رح أقرأ مسيجاتكم هلأ اللي عم بيصير مشاهدين أنه إحنا هدول اليومين ثلاثة أربعة بدكم تتحملونا لأنه ما رح يكون في عنا مشاركات عبر الهاتف لأنه نحنا عم نشتغل على الحلة الجديدة لبرامج استراحة الظاهرة فبدكم تتحملونا شوي لكن أنا رح أطل عليكم كل يوم بنفس الموعد ورح نظل نتناقش بمواضيعنا من خلال صفحتنا فقط ما رح يكون فيه اتصالات عبر الهاتف اسمحونا أنه هاي الفترة ما يكون فيه اتصالات وسامحونا وبدنا نروح نسمع أغنية أهلا وسهلا فيكم مشاهدين عن الجديد ومكملين نحن وأنت وفقرتنا مع الأخبار المنوعة والآن ننتقل إلى أبرد منطقة في العالم كيف يمكن يتعاملوا مع مرض الإنفلونزا فالجليد في تلك البلد تحميهم من الإنفلونزا كيف يعتني هناك المواطنون من نزلات البرد والإنفلونزا في واحدة من أكثر دول العالم أو مدن العالم بردا في فصل الشتاء هلا يمارس العديد من سكان العاصمة الكازاخية أستانا هواية الغطس في المياه الباردة رح نشوف هلا كيف خلال فصل الشتاء ويؤكدون أنها تحسن حالتهم الصحية وتبعدهم عن الأمراض والإرهاق ويشهد نهر السيل الذي يمر بأستانا التي تعاد من أبرد مدن العالم ممارسة كثير من سكان المدينة لتلك الهواية في فصل الشتاء حيث ينشئون فتحات في سطح النهر المتجمد يغطسون عبرها في المياه الباردة جدا في درجة حرارة تصل إلى أربعين درجة تحت الصفر وبيجمع نادي الفقمات محبي الغطس في الماء البارد ويجدب كل عام المزيد من الأعضاء الجدد حيث ينضم فعاليات الغطس في الماء البارد وبيحفروا أماكن في الجليد الذي يغطي النهر ليتمكن الأعضاء من الغطس ويعد الأعضاء أنفسهم أولا بالركض أو بيعملوا أول شيء أنهم أول شيء يعملوا بيركدوا على حافة النهر من أجل الإحماء كما يقدم لهم النادي مشروبات الأعشاب الساخنة اللي فيها فوائد صحية كثير وبينقل أعضاء النادي المخضرمون خبراتهم إلى الأعضاء الجدد ما أعرف إذا أنتم مريتوا بهذه التجربة أو سكنتوا بواحدة من أكثر مدن العالم بردا في فصل الشداء راح تعملوها وتغطصوا بالجليد سراحة أنا مش متأكدة من هذا الموضوع أما بالنسبة لأخبار بعيدة جدا عن الجديد وهي في عالم التكنولوجيا شوفي عن أخبار تكنولوجية خليكم معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة الى تونس ماذا فعل الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واللي عنده اعاقة جسدية وكيف استطاع ان يطور تطبيقا للهواتف لحتى يقدر انه يتنقل في المدينة خلينا نشوف هاي القصة احنا دائما منقول انه الاعاقة هي اعاقة العقل وليست اعاقة الجسد لانه الاعاقة في الجسد ما بتخلي الانسان انه يكون مبتكر ما بتمنعه انه يكون مبتكر اكيد فلا يصح عن يعني انا صراح مش بحبك يعني انه نطلق عليهم مصطلح معاقل لكن هي كلمة عربية فصحة مستخدمة في اللغة العربية الفصحة فهو معاقل جسديا ولكن عقليا ابدا فعادة ما يجد الشخص المعاق صعوبة في التنقل داخل المدن حيث يمثل الركام والمركبات وما الى ذلك عقبات تعترض طريقه وتعرضه للمخاطر في تونس يتعين على شويخ وهو عمره 25 سنة الذي يستخدم عكا زين نظرا لاصابته بخلاع في العمود الفقري التعامل مع تلك العقبات بشكل يومي ويصف شويخ عضو المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة المصاعب التي تواجهه اثناء تنقله في تونس قائلا معاناتها وقت معاناتها وقت اللي تبدأ تمشي ما تلقاش بلاصة اللي هي معناها المكان باللغة الفرنسية البلاصة اللي تستطيع من خلالها تتحرك فيها واكيد تقدر انك تقعد فبدك تطر انك تمشي فوق مثلا طريق وعرة بدك تطرق على الشارع بدك تطرق تنزل عن الرصيف تطلع الرصيف الى آخره بيقول لي شويخ انه الكثير من الناس لا يلقون بالا بل ربما مش رح يعطوك اي انتباه اذا انت حدثتهم عن الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة وشو هم احتياجاتهم بيضيف وبيقول انه هو باوقات بيكون كتير نفسه مثلا يقضي ساعات يحضر مباريات يحكي مع اشخاص يطلع مع اصحابه يروح يجي الى اخره او اوقات بيتعرض لعنف لفظي يعني بيسمع كلمات ومصطلحات هو ما بحب يسمعها او انه مثلا ما بفضل انه يسمعها هي ايضا تمثل عنف لفظي ديروا بالكم يا جماعة لما بتحكوا مع اي شخص ممكن تكونوا انتو عم بتعنفوه لفظيا لكن انتم محسين بحالكم هلا من منطلق انه الحاجة ام الاختراع بيطور شويخ حاليا تطبيقا للهواتف الذكية من اجل تسهيل التنقل في المدينة لمن يعانون من اعاقة جسدية يستخدم تطبيق هانديوين مصادر متعددة لرسم خريطة للطرق التي يمكن ان يستخدمها من يعانون مشكلات في التنقل كما يمكن للمستخدمين تنزيل صور لتحديث المعلومات المتاحة وبيقول شويخ اولا يتعين ان نعرف اين يريد ان يذهب المعاق وهل هو ذاهب لفحص طبي او لمكان يتمشى فيه او للترفيه علينا ان نحدد هذه الاماكن ونحدد الاماكن الاكثر توفرا منها وبتقول امينة مال المنظمة التنسية لدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان معرفة الشخص المعاق بالمكان الذي سيذهب له وطبيعته هاما لسيمة وانا الكثير من الاماكن في تونس غير مؤهلة لتنقل المعاقين مثل ما حكيت لكم الاعاقة هي اعاقة العقل امتى ما كان الانسان عنده اعاقة بعقله خلاص انتهى الانسان لكن اعاقة الجسد لا تمنع اي شخص من الابتكار فهذا هو التونسي شويخ عم بيبتكر تطبيق عبر الهاتف حتى يسهل على اي شخص من دويئ الاحتياجات الخاصة بانه يتحرك ويروح يجي في منطقته فهذا شيء جدا رائع سراحة ومشاهدين هيك بتكون خلصت او مش بالضرورة تكون خلصت فقرتنا مع الاخبار المنوعة راح نظل ناخد اخبار منوعة وبالمقابل برضو راح ناخد تعليقاتكم مسيجاتكم كلها يلي تركتنا اياها على الفيسبوك اكيد راح احكيهم هدولا التعليقات باخر الحلقة فهلأ خلينا ايضا نروح ونشوف في عالم السوشيال ميديا يتم تداول الاخبار الفيديو حتى الهاشتايق بعض الستيتس على الفيسبوك على تويتر على الانستغرام صورة بتاخد اكتر مشاهدة او مثلا اكتر لايكات فيديو بياخد اكتر مشاهدة فاحنا هلأ راح نحكي عن الفيديو يلي اخد اكتر مشاهدة يلي نزلته ام واب من كاميرات المنزل خلينا نروح لفقرة السوشيال ميديا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او مش بعالم بيبي خلينا نقول الاكتر بي اوروبا وفيه ببعض الدول العربية عند بعض العوائل الناس اللي هي بطبيعتها ممكن تكون انها امرأة عاملة والرجال ايضا بيكون بالشغل وما بيكون فيه بالبيت الى الاطفال والشغالة خلينا نقول او الهوسكيبنج فبيكونوا حاطين كاميرات هاي الكاميرات للمراقبة في حال تمت السرقة صار مع الولد اشي بيرجع الكاميرات الى اخرهم راحت ام اجنبية نشرت فيديو لتوعية الناس وخصوصا الوالدين من ام واب في رعاية الاطفال ما راح احكي اكتر عن الفيديو راح نشوفه ونشوف هذا الفيديو اللي اخد اكتر مشاهده وبعدين نرجع ونعلق على الموضوع سبحان الله الواحد حتى الاطفال لما بيحس ان الموضوع صار كتير جدي بتلاقيه بيستخدم كل قوى الجسدية والعقلية لحتى يقدر يساعد في هذا الموقف لكن هذا طفل عمره سنتين ربنا كاتب له عمر فكيف ربنا هيئ الطفل الاخر اللي هو شأتهم انه يساعد اخوه بانه يزيح الخزانة عنه هاي مستحيلة طبعا مش مستحيلة هي صارت يعني بس انه كتير صعبة فكانت الوالدة قامت بنشر هذا الفيديو لحتى يكون او تزيد نسبة الوعي انه بما معنا يا جماعة تعلموا من غلطنا نحنا بانه تركنا اولادنا لحالهم بما كان ممكن انهم يتعرضوا للأذية اكيد فهذا هو كان الفيديو على السوشال ميديا اللي اخد اكتر مشاهدة مش بس هو الهدف منه كان زيادة الوعي لكن اخد اكتر مشاهدة من شجاعة الطفل شأتهم كيف ادري يزيح الخزان وينقذ اخوه مش رادينا مكملين احنا وانتوا خلينا نروح نسمع اغنية بعدين نروح لتعليقاتكم وامنياتكم لاستراحة الظاهرة قبل ما اروح لموضوع الكومنت انه نزلت صورة اصدقائنا مصطفى السام الرائي ومعطاز الزيدان شاركونا بصورهم نزلت الصورة على الفيسبوك يعني كتير حلو انك انت لما مثلا بتكون بتحكي مع البرنامج واحنا منحكي معكم بتحكوا معنا هلا انتوا عارفين كيف شكنا بس احنا بنوعد نتخيل اشكالكم طب هذا مصطفى مثلا او معطاز صغير كبير الشاب بالمدرسة الى اخره فهيك احنا صرنا هلا اما بنحكي معكم قادرين انه نتخيل اشكالكم عشان هيك كانت فك فكرة حلوة انا نسيت مين كان صاحب الفكرة صراحة لكن كانت فكرة حلوة انه تبعتونا صوركم وتنزل على الصفحة فهلا كل حدا رح يبعت صورته رح تنزل على الصفحة اكيد بالنسبة لمعتز ومصطفى شائب الكل علق لهم ضياء العباسي ومحمود المختار وهو محمود او البلاح محمد نازم واحمد الصلوحي وحبر العيون والاحزان رغم الاحزان يا لطيف معتز الزيدان ومحمد العراقي وسام الرائي وصالح الجبوري علقوا لهم فبنا نقولهم شكرا كتير 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 بالنسبة لامنياتكم لانه بالعام 2017 رح ابلش مع صديقنا ابو البلاح او ابو التمر خلينا نشوف شو كتبنا كل عام وانتم بيالف خير بمناسبة حلول العام الجديد اسأل الله العلي العظيم ان يديم هاي البرنامج وكادر البرنامج ويحفظهم من كل مكروه وان يقدموا ما هو جديد وفيه مصلحة للجميع وان يحفظ جميع اصدقاء البرنامج وعلى رأسهم استاذنا وكبيرنا الاستاذ ياس وعمار العبيدي وصالح المصلحة والمعتز واحمد الصلوحي وبيعتزر اذا بيكون نسي حدا فيكم شكرا كتير اليك يا محمود ابو البلاح معتز الزيدان بيقول ياسمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى لك اولا صحة والسلامة ومن ابداع الى ابداع ثانيا اتمنى لجميع كادر القناة سمراء من اعلى شخص لاصغر شخص الصحة والعافية ياسمين ننتظرك بحل جديدة للبرنامج كل عام وانتم بخير يارب يكون عام مليء بالافراح ان شاء الله يا معتز انه احنا بنطل عليكم بحل جديدة من برنامج استراحة الظاهرة ورح يكون في معنى فقرات جديدة ايضا في البرنامج وضيوف او خمشهم ضيوف صراحة رح يكون وهم زملاء دائمين بفقرات دائمة ببرنامج استراحة الظاهرة مش رح احكيكم اشي هلأ لكن ان شاء الله رح نحكي لكم عن الحل الجديدة قريبا جدا جدا بريد المحبة بتقول كل عام وانتم بيالف خير امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق الدائم وان شاء الله من تقدم لتقدم يا رب بتحقيق جميع الاماني ويسعد الجميع واولهم انتم يا رب انا صديقتكم في في شكرا كتير اليك يا في في والله يسعدكم ويا ربي دائما احنا مش بنطلب من 2016 نطلب من رب العالمين لانه ربنا اللي بايضه الخير اكيد انه يا رب تكون سند خير على الشعب العراقي وعلى كل العالم بدون اي استثناء لانه احنا بنحب السلام بشكل عام مش بس على اشخاص واشخاص لا اي من الاصير بيقول كل عام وانتم بيالف خير سنة سعيدة امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ان شاء الله شكرا كتير للك صديقتنا حبر العيون بتقول ان شاء الله سنة خير وتقلق من عام الى عام ان شاء الله وسنة صحة وسلامة يا رب شكرا كتير يا حبيبتي اما بالنسبة لمحمد الساهر بيقول سنة سعيدة وكل عام وانتم بألف خير نصير السام الرائي كل عام وانتم بألف خير ويا رب نجاح لنجاح شكرا كتير للكم جرحي بجرحك يا عراق عم تتمنى انه يكون معنا ناس من الكادر القديم ان شاء الله اما بالنسبة لأحمد الصلوحي بيقول مساء الخير عليكم وسنة سعيدة وكل عام وانتم بألف خير ببعثنا وردات شكرا كتير اليك يا احمد الصلوحي امنياتي للكم بالصحة والعافية والنجاح الدائما والاستمرار والتقلق بالبرنامج الجميل والرائع يا رب سنت خير على قناة سام الرائع ان شاء الله يا رب لكن قبل ما اروح واقرأ مسيجاتكم يلي بعتوا ليها على الخاص اش رأيكم نروح نغير جو وهيكم نضحك شوي معالم الكوميديا من مسرحيات لمسلسلات لا افلام لا 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 كتير صراحة انا بحب الكوميديا شفي عنا اليوم شي كوميدي خلينا نشوف وبالدعاء الاخير مشاهدين بدي اروح واقرأ باقي التعليقات او المسيجات الي عم توصلني على الخاص على الصفحة فبتقول حبر العيون فعلا حبر العيون احنا فتقدناك كان اليك فترة مش عم بتعلقي فبتقول نورة ست ياسمين وبعتزل الانقطاع عنكم تحيات للاصدقاء بالبرنامج وتحية خاصة للكادر والكادر كما ببعتوا ليك التحيات معتز الزيدان كان عم يحضرنا من بداية الحلقة وعم بسأني شو هو الهوددوغ بعتقد هو بالعراقي الصوصج اللي احنا بنحكي عنه النقانق او النقانق هو الصوصج دير بالك من هذا الموضوع يا معتز الزيدان واذا كنت عم تسأل عنا اي نوع من الصوصج فهو بكل انواعه اوكي سام الرائي للنخاء كان عطبان علينا عشان نحنا مش بنزلين صورته يا سام الرائي نحنا الصور يا اللي توصلنا هير بننزلها على الصفحة بعدلنا صورتك بننزلها اكيد يا عزيزي بقول ليش ماكوا موضوع للتفاعل هاليومين كمان اليومين اللي جايين ما رح نقدر ناخد احنا اتصالات رح يكون موضعنا للتفاعل فقط على صفحتنا عشان هيك كتفوا تفاعلكم على صفحتنا يا مشاهدينا جلال حسين شكرا كتير اليك بقول لي شكرا على هذا البرنامج شكرا اليك كلك زوء اما بالنسبة لا تحياتي لحضرتك ساني سعيد ان شاء الله بتمنى للكم برنامج رائع والنجاح الدائم صالح ابراهيم المصلي مع التحية صديقكم صالح ابراهيم المصلي وهي سورتي رح تنزل سورة صالح اليوم على صفحة بدنا تفجروها لايكات يا جماعة عشان صديقنا صالح وهيك مشاهدينا انا ان شاء الله اني اكون قرأة كل المسيجات وكل التعليقات وان شاء الله اني ما اكون انسيت حدا من التعليقات والكومنتات وعلى الاغلب نحن لسا التفاعل على صورة معتز ومصطفى السمرائي كتير كبير فحلو كتير هذا التشارك ونتمنى انكم انتو تكونوا كونتوا صداقة من خلال برنامج استراحة الظهيرة ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك بعتقد ان احنا تقريبا خلص وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بدي اتمنى لكم يا جماعة انكم تكونوا عزرتونا عن هذا الانقطاع اللي رح يصير من خلال او خلينا نقول ما رح يكون في اتصالات نحنا كتير مشتقين لكل الناس اللي كانوا يشاركونا من خلال اتصالاتكم لكن بتمنى انها تكون المشاركات من خلال صفحتنا على الفيسبوك هدول اليومين الجايات شكرا كتير لأقول لكم بكرة حالاجديدة معي انا ياسميني خريش وى اللقاء موسيقى 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 موسيقى